السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على مستجدات مباراة التوظيف الخاصة بأطر الأكاديميات أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي إذن حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية وبخصوص مستجدات هذه السنة فيمكن حصرها في النقطة التالية وضع إجراءات للانتقاء القبلي لجدياز مباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحي الأكفاء وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في البكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة أيضا إدراج إدراج رسالة بيل الحوافز يعني من بيل مستجدات هذه السنة إدراج رسالة بيل الحوافز لاتخذ موتيباسيون كوثيقة إلزامية وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية إعفاء حامل إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكونوا بمقدورهم الجياز لاختبارات الكتابية بشكل مباشر وبيرم هذه الإجراء تشجيع مسارة تكوين طويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم تحديد السيل الأقصى لجياز المباريات في 30 سنة بغي تجذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن تدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار لأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية وتشكل هذه الإجراءات محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهنة تربية وبالتوفيق للجميع إن شاء الله